تعليق الأستاذ ناصر الحاج بيقول أصبحنا على مدار الساعة نسمع كلمة الاندماج وجميع الأحزاب تطالب اللاجئين بالاندماج وأنتم الآن وعبر قناتكم تكررون هذه النغمة وتطالبون اللاجئين بالاندماج نريد توضيح وشرح وافي ودقيق لمفهوم الاندماج ما هو الاندماج ما هو تعريفه نريد إجابة واضحة طبعا هذا الاندماج طبعا تحية للصديق الأستاذ ناصر الحاج بنقول له بهذه الحالة أكيد نحن تفسير الاندماج مثل ما هو مفسر بشكله المعروف الاندماج هي حالة تقبل الشخص الذي جائد هذا البلاد إلى المجتمع المضيف شو يعني تقبل هذا البلاد يعني تعلم لغته تعلم ثقافته الاندماج والتكامل مع سياسته الاستفادة من الجوء الديمقراطي هذا هو الاندماج والاندماج داخل المجتمع ولكن هذا الشيء غير قابل للتحقيق إلا إذا كان يوجد هناك مسؤولين عن تحقيق سياسة الاندماج من خلال تعليم اللغة من خلال ادماجهم بسوق العمل من خلال الاستفادة من خبراتهم السابقة بالعمل بشهادات تعديل هذا هو الاندماج الحقيقي عزيزي الكريم وليس أكثر من ذلك الاندماج ليس تغيير الثقافة ليس تغيير الدين ليس تغيير الاعتقاد ليس تغيير يعني الشكل اللبس لا الاندماج هو أن تكون جزء من هذا المجتمع يتحدث لغته ويستفيد منه ويتفاعل معه ويمارس حقه السياسي هذا هو الاندماج يعني ما بعرف إذا يعني بشكل سريع وممسط خلينا نعم نعم